السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الأعدالي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جام الوحدة الحداشر طيب زي ما عملنا قبل كده وزي ما تعودنا هتلاقيني سايبلك فيه صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح قاعدة الوحدة الحداشر بالكامل دلوقتي نبدأ مع بعض شرح أسئلة اليونت السؤال أول بيقول هنا من فضلك طيب بيقول هنا من فضلك عايز يقول يعني قلل سرعة العربية أنت يعني هتصطدم طيب خلي بالك بقى هو هنا عايز كلمة قلل السرعة طيب كلمة reduce دي معناها يقلل تاني حاجة increase دي معناها يزود أنا هنا عايز أقول قلل السرعة اللي هي reduce فأول إجابة هتبقى reduce اللي بعده بيقول طيب إحنا بنبني السدود علشان تحمينا من إيه طيب السدود بتحمينا من الفيضانات اللي هي floods زي السد العالي كده فأقول هنا floods السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب باري كده بيقول هنا عايز يقول إن شاشة الموبايل انكسرت منذ يومين أنا يعني عايز واحدة جديدة طالما عايز واحدة جديدة يبقى الشاشة بوزت طيب تلفت أو انكسرت دي اسمها was damaged يبقى اللي جابة هنا هتبقى damaged اللي بعده بيقول هنا بيقول كمان تلفوني مش شغال لذلك أنا طلبت من شخص ما إنه هو طبعا يصلحه طيب كلمة يصلح دي بقى اسمها repair فأقول له هنا to repair it إنه يصلحه يعني السؤال اللي بعده بيقول هنا بيقول كمان يوجد الكسير من تلوث الهواء بسبب ايه بقى في مدينتنا طبعا اللي ممكن يسبب تلوث للهواء دي traffic traffic اللي هي حركة المرور والموصلات فأقول له هنا traffic بعد كده بيقول my uncle helped us to not a new washing machine this morning طيب بيقول إن عمي ساعدنا في إننا عايزون نركب أو نثبت الغسالة الجديدة هذا الصباح طيب يركب جهاز دي اسمها install فهو ساعدنا بقى في إننا install a new washing machine يعني نركب الغسالة الجديدة إيه اللي بعده بيقول هنا in the future في المستقبل drones اللي هي الطائرات بدون طيار are going to help solve some new problems طيب في المستقبل الطائرة بدون طيار هساعدنا في حل بعض المشكلات عايز يقول بقى lba خلي بالك هو هنا عايز الصفة عايز يقول مشكلات ba الصفة اللي أخرها al يعني أقول environmental problems هذي الصفة المشكلات البيئية بعد كده بيقول نقاط use the wind to make electricity إيه بقى اللي بيستخدم الرياح في إنتاج الكهرباء خلي بقى لك طالما قال لك wind الرياح يبقى تقوله هنا wind turbines اللي هي طبعا توربينات الرياح اللي بعده بيقول هنا we can not the plastic bottles again طيب إحنا نقدر إننا نعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية مرة أخرى طيب يعيد الاستخدام دي اسمها reuse دي الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي فأقوله هنا reuse واللي بعده كمل مع بعض بيقول هنا I saw some not people selling fruits at the market they live nearby بيقول أنا شفت بعض الناس لإيه بيبيعوا فواكفي السوق خلي بقى لك بقى بيقولك إن هم بيعيشوا بالقرب من هنا طالما عايشين قريب يبقى دول سكان محليين في المكان طيب محليين يبقى local people فأقوله هنا local واللي بعده بيقول هنا I think electric cars will help produce نوعات in the future برضو هنا بيقول أعتقد إن السيارات الكهربائية هتساعدنا فيه تقليل إيه في المستقبل الحاجة الوحيدة اللي نفع عن ما نختارها إن أنا أقول تقلل التلوث التلوث اللي هي pollution فأقوله هنا reduce pollution السؤال اللي بعده بيقول هنا نوعات are used to produce electricity طيب بيقول كمان إيه اللي بنستخدمه في إنتاج الكهرباء طبعا بنستخدم حاجة اسمها solar panels اللي هي الواحد طاقة الشمسية فأقوله هنا solar panels واللي بعده بيقول هنا my friend نقط me with a smile on her face بيقول صديقتي عايزوه الاقتربت مني بابتسامة على وجهها طيب كلمة يقترب من دي اسمها approached فأقول هنا approached me يعني اقتربت مني بابتسامة على وجهها واللي بعده بيقول هنا the zoo is a place where we can see different kinds of a حديقة الحيوان دي المكان اللي نقدر نشوف فيه أنواع مختلفة منه طبعا الحياة البرية اللي هي wild life دي اللي ممكن تشوفها في حضائق الحيوان بعده كده بيقول نقط ودي روم has some environmental problems بتكلم عن منطقة ودي روم بيقول عايزي قول هنا يعني لسوق الحظ فيها بعض المشكلات بعض المشكلات بيقول له لسوق الحظ لسوق الحظ دي اسمها unfortunately فأقول هنا unfortunately بعده كده بيقول I use safety note like a helmet and knee pads when riding my bike خلي بالك بيقول يعني أنا باستخدم معدات الامان زي الخوزة وطبعا عايز اقول هنا ضمادة الركبة لركوب الدراجة طيب دي كلها معدات معدات يعني equipment فأقول له هنا safety equipment صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد السؤال الاول بيقول هنا he has planned to buy a new car he is not it طيب هنا بيقول ان هو خطط لشراء سيارة جديدة طيب خلي بيلك بقى قاعدة going to باستخدمها لو عندي خطة او نية او قرار كلمة planned دي معناها خططة طيب لما بقى انت خطط فبتستخدم هنا going to للتعبير عن المستقبل طيب قاعدة going to is او are بيجي بعدهم going to زاد الفعل في المصدر هو هنا بقول لي he is يبقى لنقص ايه going to والمصدر اللي هو do فالاجابة هنا هقول going to do طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا بيقول هنا he isn't going to not away his old watch طيب عايز يقول ان هو مش خير من ساعته القديمة خلي بالك الجملة دي سهلة جدا قالك كلمة going to دايما بيجي وراها الفعل في المصدر يعني ايه مصدر؟ يعني الفعل بدون اضافات يبقى اقول له هنا going to throw واللي بعده بيقول where نقط going to have a picnic on saturday طيب خلي بالك ده سؤال السؤال بدأ بقى دا تستفهام عايز بعدها الفعل مساعد طيب انا عندي هنا going to going to لما بسأل عليها يا ام يا از يا ار طيب بص عندك في الاختيارات لازم اجيب ار وبعدين الفعل يبقى الصح ان اقول are we going to واللي بعده بيقول هنا look at that beautiful sky it not rain today طيب خلي بالك بقى هو بيقول انظر الى السماء صافية ده دليل دليل على ايه؟ دليل على ان الجو مش هيمطر السماء صافية دليل يبقى going to مش هيمطر يبقى أنفي هقول هنا isn't going to rain الجو يعني مش هيمطر النهاردة لان السماء صافية بعد كده she is driving curlessly she not have an accident برضو هنا عندي دليل هي بتسوء باهمل يبقى هي هتعمل حدثة طيب طالما في دليل يبقى تستخدم going to going to لها قاعدة بيجاب لها is or الفعل هنا شي مفرد يبقى الصح انك تقول she is going to وهو جاب لك الفعل في المصدر اللي هو have واللي بعده بيقول هنا is rim going to طيب خلي بالك برضو ده سؤال عندي هنا going to قلنا going to بيجي دايما بعدها الفعل في المصدر فهدي سهلة بقى المصدر اللي هو go الفعل يعني بدون اضافات طيب اللي بعده بيقول هنا خلي بالك بقى هي خططت لكده قلنا في خطة او نية او قرار او دليل يبقى going to هو اصلا مديني is يبقى جيب بعدها going to والمصدر اللي هو spend يبقى going to spend دي الاجابة الوحيدة اللي تنفع واللي بعده بيقول هنا that نعط going to let me play video games all day for a long time خلي بالك هو هنا عايز ينفي طيب قاعدة going to بتقول لازم يجي قبلها على حسب الفعل الفعل عندي هنا مفرد طبعما الفعل مفرد يبقى هقول isn't going to هي دي الوحيدة اللي موجودة عندي في الاختيارات تنفع بقى يعني مش هسمح لي ان انا العب بعد كده بيقول we are نقاط dinner in a restaurant طيب دي سهلة برضو ليه هوم يدي لك هنا are عايز التركيبة بقى are big ورا going to زائد المصدر هتجيبها كلها من الاجابة going to have احناني هنتناول العشاء في المدعم واللي بعده بيقول هنا next summer holiday I not to take an English course طيب بتكلم عن المستقبل برضو الصف اللي جاي يبقى هنا عايز going to طيب ايه اللي هرفك انه جايب بعد النقاط 2 والمصدر انت هتكمل I بيجي معها am وبعدين going وهم ادي لك تو المصدر فالصحة هنا انك هتقول I am going to take طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا جزئية مهمة جدا وهي طبعا سؤال correct السؤال الاول I forgot my homework my teacher is going to not angry طيب بيقول انا نسيت وجبي بيقول بقى المدرس عايز قول انه هو هيكون غاضب طيب خلي بقى لك بقى احنونا ان going to بيجي وراها المصدر المصدر بقى من am واز وار اللي هو بي لازم تحفظه يبقى اقول هنا going to be بعد كده بيقول I am نقاط زاء floor I intend to do that طب خلي بالك كلمة intend يعني يانوي انا قلت لك لما يكون في نية او قرار بتساعد من going to هو مدي لك am فهتقول له I am going to sweep يعني انا هكنس الارضية انا نويت اعمل كده يبقى لناس عندي هنا ايه going to وتجيب الفعل في المصدر اللي هو زي ما هو كده هتكتبه تاني اللي هو يكنس طيب بعد كده بيقول الجو غائم نقاط طيب الجو غائم ده دليل دليل على ايه ان الحتة هتمطر هو اصلا مندي لك طيب زبط التركيبة بقى التركيبة بتقول لما يكون الفعل مفرد بجيب وابعدين ولازم يجي وراها وهكتب برضو الفعل في المصدر اللي هو فالاجابة هنا هتبقى طيب ايه اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا نقاط طيب ده مستقبل وده سؤال ويجيب لي لما يكون عندي سؤال لازم هابدأ ب طيب شي هابدأ بايه برافو ده مفرد يبقى هسأل ب طيب في السؤال بيجي بعدها الفعل الاول اللي هو شي وبعدين وهو مندي لك المصدر هل هي هاني سوف تزور جدتها الاسبوع اللي جاي واللي بعده بيقول راشا نقاط احنا قلنا كلمة كلمة كلها بتعني اننا نستخدم هو جاب هالي بين الاقواس طيب راشا مفرد يبقى هل از الاول وبعدين وهو مندي لك الفعل في المصدر اللي هو يبقى الاجابة هنا واللي بعده بيقول هنا طيب دي سهل جدا ليه احنا قلنا ان او بيجي بعدها الفعل في المصدر المصدر هنا بدون اضافات هاتشيل المحادسة طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عنه طيب بيقول هنا طيب سما ورانا الاتنين بيجهزوا نفسهم بيستعدوا يعني علشان يروحوا الحفلة طيب خلينا نشوف كده مع بعض سما بتكلم رانا وبتقول لها بتسألها بقى هل انتي هتروحي الحفلة الليلة طبعا هو قلنا في السطر اللي فوق يبقى هنا ممكن نقول يعني ايوة بالطبع او بالتأكيد ده سؤال بهل بجواب عليه فأول اجابة هنا رقم واحد هتقول لها ايوة طبعا هروح سما قالت اللي انت هتلبسي للحفلة انا ما عرفش لازم اكمل علشان اعرف قالت حاجة سما قالت ده انا بحب الفستان الازرق ده يبقى هي هتلبس ايه برافو عليك الفستان الازرق فهنا بقى رقم اتنين ممكن تقول يعني انا سوف ارتدي الفستان الازرق يبقى هنا الاجابة رقم اتنين هنقول هلبس يعني فستاني الازرق عرفنا منين من تكملة المحاطسة عشان كده مهم جدا تقرأ المحاطسة طيب رانا هنا قالت لها شكرا شكرتها يعني وسألتها سؤال اللي اجابة على السؤال كانت انا هرتدي الفستان الاحمر المفضل بالنسبالي واضح كده ان رانا بتسأل نفس السؤال اللي هو هتلبس ايه بردو طيب مهممكن هنا تقول طيب وانت بقى ماذا عنك فهنقول هنا انت بقى هتلبس ايه يعني فقالت لها هلبس الفستان الاحمر طيب بعد كده رانا ردت بسؤال كمان اللي اجابة على السؤال كان بتقول لها هنتقابل الساعة ستة طيب ده وقت لما تيجي تسأل عن الوقت بتسأل به خلالي نستخدم طيب الفعل المساعد بتجيبه من الاجابة هو قال لك فهتقول متى سوف نتقابل يبقى والفعل في المصدر اللي هو امتى يعني هنتقابل طيب بعد كده قالت لها الساعة ستة فطبعا ممكن في الاخر تقول يعني اراكي هناك سي يو زين الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الاول والتاني واللي بيبدأ معايا بسؤال لسن سؤال لنص الاستماع طيب السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان ومن خلال انت سماته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي طيب علشان النص ده موجود عندك في اخر الكتاب فبتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده اقرى النص على مهلك وابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي بعد كده ابدأ اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو طبعا سؤال ادعي لك سؤال المحادسة طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك ويترجمها قبل ما تحال وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا بيقول ان هنا هتسافر يعني الى الولايات المتحدة الامريكية علشان يعني تاخد كورس في الاجازة الصيفية طيب خلالنا نشوف كده نيارة بتكلم هنا وبتسألها بتقول لها ايه يعني اللي انتي هتعمليه اثناء الاجازة الصيفية طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق انها يعني هتروح امريكا فالاجابة هنا هتجيبها من السطر اللي فوق يبقى اول اجابة هترد وتقول لها بتقول لها يعني انا هسافر امريكا عشان كده بيقول لك مهم جدا انك تقرأ السطر اللي فوق وترجم ليه بيكون في حل لقطة من المحادسة بقول الاجابة هنا هنقول هسافر الى امريكا طيب بعد كده نيرى سألت سؤال كمان اجابته كانت بتقول علشان تاخد كورس يعني للاجازة الصيفية طيب هنا بتسأل عن السبب ليه يعني هتروح امريكا فأتلاع عشان ااخد كورس فانا هتقول يعني لماذا بسأل بها عن السبب لو لقيت في الاجابة كلمة أو زائد المصدر بتسأل هنا بتقول لها ليه انت هتسفري الى امريكا فأتلاعها عشان ااخد كورسات يعني بعد كده نهيرة سأل السؤال كمان عشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة الاجابة هنالت بتقول لها انا هعت لمدة يعني شهرين طيب زائد المدة الزمنية بتسأل هنا عن المدة الزمنية كامل مدة كامل مدة الزمنية دي اسمها كامل مدة اللي انت هتعوديها هناك فهنا هتقول كامل مدة اللي انت هتعوديها هناك فعلت لها لمدة شهرين يبقى لو متلاقي في الاجابة زائد مدة زمنية بتسأل اللي هي كام المدة الزمنية يبقى كامل مدة اللي انت هتعودية هناك. بعد كده نيارة بتقول لها هنا. امتى يعني هتسفري? بص في المحادسة ما فيش وقت معين اكتب لانت عايزه. اهم حاجة الوقت ده يكون في المستقبل. ممكن مسلا نكتب الاسبوع القادم. لو عايز تقول اجابة كاملة بتقول برضو صح. في النهاية لتلها هل بقى ممكن تبعتي لي صورة لما تروحي هناك? فطبعا هتقول لها شور. فممكن هنا نقول يعني بالطبع او اي حاجة طبعا هتكون صح. ايواني طبعا هبعط لك صور من هناك. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول. بيقول هنا بيقول هنا العواصف والفيضانات دي طبعا كوارث طبيعية. عايز هنا كلمة طبيعية دي اسمها ناتشورال. فاقول ناتشورال ديزيسترز. طيب بعد كده بيقول. زا نقط. مين بقى? اللي بيصطد الحيوانات من الغابة. طبعا قلنا الاستطد الحيوانات ده اسمه صياد. الصياد اللي هو هانتر. السؤال اللي بعده بيقول هنا. زا نقط كوزد. طيب بيقول ايه اللي تسبب في ضمار او تلف الاشجار والبيوت. طبعا الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي العاصفة يعني تسببت في ضمار البيوت. بعد كده بيقول نقط زا ايس كريم شاوب واس كلوزد. حلناها بلي كده. عايز يقول يعني لسوق الحظ محل الايس كريم كان مقفول لما رحنا. طيب لسوق الحظ دي اسمها فاقول له هنا طيب بعد كده بيقول عربيات كتير على الطريق ممكن تسبب طبعا العربيات بتسبب تلوث. التلوث يعني فااخر حاجة هقول له هنا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا اي سو ماي انكل انا شفت خالي اشور تايم اجو بفور هز نوت فور تشاينا. بعد كده بيقول هي والبي باك ان سري ويكس. طيب بيقول انا شفت خالي من فترة قليلة عايز يقول بقى قبل مغادرته الى الصين. هو هيرجع بعد ثلاث اسابيع. طيب هنا عايز كلمة مغادرة. اللي هي طبعا فاقول هنا. طيب اللي بعده بيقول هنا. بيقول ان المدرس طلب مننا عاوز يقول نعمل تنبؤات عن الحياة في سنة الفين وخمسين. طيب كلمة تنبؤات بيجي معاها فاقول له هنا طيب بعد كده بيقول. طيب ده مستقبل. هو جايب لي يبقى ده مستقبل بجونج تو. عايزة بعدها والمصدر. هو جايب و جايب الفعل في المصدر. يبقى لناقص عندي. احنا يعني هنسافر الى اسوان الصيف اللي جاي. اللي بعده. مايارز هير از تو لونج. عايز يقول ان شعر مايار بيكون طويل جدا. هي عايزة قول انها تقصه خلي بالك بقى. ده مستقبل. مستقبل هنا بجونج تو. طيب القاعدة بتقول از جونج تو والمصدر. هتجيبها كلها از جونج تو كات. واللي بعده بيقول هنا. برضو ده سؤال. جايب هو هنا ار كفعل مساعد. اللي نقص عندي هنا كلمة بس. انه جايب نقط تو زاد المصدر. فهتقول لي. بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال. السؤال الاول بيقول هنا. نقاط. طيب خلي بالك برضو. بيجاب لها از او ار. هو اجيب لك بي. انت هنا محتاج تصرفها. مستر شريف مفرد يبقى تقول لي از. سهلة كده. يبقى از جونج تو. واللي بعده. ايم جونج تو نقط. ماي برازر ويز هامورك. طيب خلي بالك بقى. ايم جونج تو بيجي بعدها الفعل في المصدر. فدي سهلة جدا. المصدر اللي هو الفعل يعني بدون اي اضافات. واللي بعده بيقول هنا. شي از جونج نقط. اويك ان اليكس. برضو سهلة. احنا قلنا ان از جونج لازم يجي ورها تو وبعدين المصدر. يبقى انت هتعمل ايه? هتكتب هنا تو. وتجيب الفعل في المصدر تاني اللي هو سبيند. يبقى تو سبيند. اللي بعده بيقول هنا. ذا بوي نقط. افوتبول ماتش تمر برضو ده مستقبل. هو جايب لك جونج بقى عايز مستقبل بجونج تو. طيب الولد هنا مفرد. فهتجيب انت بقى از. وبعدين جونج. لازم يجي ورها تو. تركيبة كاملة. والفعل في المصدر هتكتبه له تاني. يعني الولد هتفرج على مباراة كرة القدم بكرة. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال زي ما قلنا ان شاء الله ده قريب جدا. هينزيل له مذكرة على القناة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا الدرس التالت والربعة. طيب السؤال الاول بيقول هنا. طيب هنا بيقول لا تشرب من مياه القنال بسبب ان هي ممكن تكون مليئة بي ايه. طيب بص في الاختيارات كلمة صوت يعني الملح ولا شجر السكر ولا بكتيريا. طبعا هو بيقول لك لا تشرب. الحاجة بضرة هي البكتيريا. فاقول له هنا بكتيريا. اللي بعده تي شيرتز اند جينز ار نوت نقاط فور زا بورتي. بيقول ان البناطيل والتي شيرت دول يعني مش ملائمين للحفلة. انت هنا عايز كلمة ملائم او مناسب. مناسب يعني سوتابل. فاقول له نوت سوتابل. غير ملائمين. اللي بعده الوت اف انيميلز لف انزا نقاط فورستز نكستو زا سي. بيقول كمان الكسير من الحيوانات. بتعيش فين يعني بجوار البحر. طيب بتكلم هنا على غابات المانجروف. دي غابات موجودة جنب البحر. اللي هي اشجار المانجروف. طيب اللي بعده. بيقول هنا اتس ايزي ناو تو تشينج زا تي في تشانلز يوزنج نوت كنترول. دور كمان من السهل دلوقتي انك تغير قنوات التلفزيون باستخدام اي بقى? عايز اقول طبعا ريموت كنترول اللي هو طبعا ريموت. فاقول له هنا ريموت كنترول. واللي بعده بيقول the earth is the نقط where we all live. طيب بيقول الارض هي الكوكب اللي بينعيش عليه. طيب كلمة كوكب دي اسمها بلانت. فاقول له هنا بلانت. واللي بعده بيقول students from stem schools were able to note an app to help small farmers. الطلاب في مدارس العلوم والتكنولوجيا قادرين على ان هم يطوروا تطبيق يعني ليه المزارع صغير. طيب كلمة يطور او يحسن دي اسمها develop. فاقول له هنا develop. بعده كده بيقول. البحر الاحمر مليء به ايه بقى الملونة? طبعا عايز اقول مليء بالشعاب المورجانية اللي هي coral reefs. بعده كده بيقول هنا انا زرعت عايز اقول بذرة في الارض ويسأتها كل يوم. طيب خلي بالك بقى كلمة بذرة دي اسمها seed. فاقوله هنا acid. اللي بعده بيقول هنا نقط are small living things that we can't see with our eyes alone. طيب بتكلم على كائنات حية دقيقة. بيقول يعني احنا مش بنقدر نشوفها بعينينا المجردة فقط. طيب ده بتكلم على هنا كائنات الدقيقة دي اسمها micro organisms. فاقوله هنا micro organisms. بعده كده بيقول هنا I نقط to finish the report today and I did it. طيب هنا عايز اقول انا عزمت يعني ان انا انهي التقرير النهاردة. وفعلا قدرت اعمل كده. طيب عزمت دي اسمها determined. فاقوله هنا determined. واللي بعده بيقول هنا I decided to join the not project to help the environment. انا قررت اني انا انضم عايز اقول الى مشروع للحفاظ لمساعدة البيئة. طيب مشروع الحفاظ كلمة الحفاظ دي اسمها conservation. خلي بالك هنا وعطت لخبط. الاختيار رقم بي اللي هو conversation دي محادثة. رجل عايز اقول هنا conservation اللي هي الحفاظ. واللي بعده. نقط. طيب الشخص بقى الذي يعمل يعني من غير فلوس بدون مقابل. ده متطوع. متطوع اسمه volunteer. فاقول له هنا volunteer. واللي بعده بيقول. طيب انا بحب ان انا عايز اقول امارس رياضة الغوص. علشان اشوف الشعاب المرجنية. الشعاب المرجنية يبقى دي دايفنج. اللي هي طبعا الغوص تحت المياه. بعد كده بيقول. تدعي النهاردة بعض الناس يوز نقاط. النهاردة الناس بتستخدم ايه? علشان تقدر نتعمل افلام في المناطق الخطيرة. طبعا المناطق الخطيرة يبقى اللي هي طائرة بدون طيار. واللي بعده بيقول هنا. طيب الاداة اللي بتستخرج الاشياء من السوائل. طبعا بيتكلم هنا على الفلتر اللي هو طبعا جهاز تنقية. فاقول له هنا زي مصفة كده. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا اسئلة على زمن المدارع المستمر. السؤال الاول بيقول هنا. ونقاط طيب خلي بيالك بقى. لما يكون بتكلم عن حاجة في المستقبل محددة بوقت. يبقى انت كده بتستخدم المدارع المستمر. مدارع مستمر ام او از او ار والفعل ما ضف له اي انجي. طيب ويه هنا فعل جم? فقول واللي بعده بيقول هنا. طيب بص كده ده مستقبل. شوف بقى السيغة الصحيحة الوحيدة. خلي بقى لك عندك هنا از مدارع مستمر. جونجتو ما تنفعش. ليه? عايز قبلها از. فالصحة انك تختار از ترافلينج. خالي يعني هيسافر الى باريس. واللي بعده اي نقاط اوت اون ساتردي ايم ستاينج هوم. طيب بركز كده هو هنا بيقول لك اي ام ستاينج هوم. يعني انا هاعد في البيت. طيب ما هاعد في البيت يبقى محتاج هنا ينفي. عايز يقول بقى ان انا مش هاطلعيني او هخرج. يبقى هنا عايزا في بول اي ام نوت جوينج. انا هاعد في البيت انا مش هخرج. بعد كده بيقول اي نقاط زا دين تست ات حاف باست فور نكست ساعة ازدائي. قلت لك بقى انت بتتكلم عن مستقبل وفي توقيت محدد يبقى ده مدارع مستمر. مدارع مستمر اي بيجي معها ام والفعل مضاف له اي انجي. فالصح هنا انك تقول اي ام زا دي الفعل مضاف له اي انجي. واللي بعده موقع موقع كوكيز طيب بص هنا بيقول لك عندنا وجبات كفاية. يبقى اماما هنا مش هتعمل حاجة النهاردة. يبقى محتاج ينفي. النفي يبقى ازينت ميكينج. ده مدارع مستمر ما انفي. فهنا اقول له ازينت. والفعل مضاف له اي انجي برضه. بعد كده بيقول زي موقع ابيكنيك انزا بارك زيس ويكند. طيب خلي بالك بقى كدمة يعني يرتب. كل شيء تم الترتيب اليه. لما يكون فيه ترتيب او استعداد. فاستخدم المدارع المستمر عشان عبر عن المستقبل. مدارع مستمر يبقى له they are having. اللي بعده بيقول هنا. I am sorry. we can't come at ten o'clock. بعد كده بيقول. we not have that because of our cat. بيعتزر هنا. انا اسف مش هقدر. اجي الساعة عشر. احنا عايز اقول هنقابل طبيب البطري. طيب ده مستقبل باستخدم له هنا. مدارع مستمر لان فيه ترتيب. ترتيب يبقى له are meeting are والفعل ما ضف له ing. واللي بعده بيقول I am leaving early tomorrow. I نقاط the seven thirty train. برضو هنا بيقول انا هاغادر بكرة الصبح بدري. بيقول بقى انا هركب او هاخد قطار سبعة ونصف. طيب ده وقت يبقى له am والفعل ما ضف له ing. مدارع مستمر. I am taking. بعد كده بيقول I نقاط before the time to light. طيب برضو هنا هستخدم مدارع مدارع مستمر. ده الوحيد اصلا اللي ينفع. كلمة going to محتاجة ام او از او اغر. اللي ينفع عندي I am reading. I am reading. انا هقرأ كتاب. بعد كده my cousin. نقاط Japanese at the university next year. نفس الكلام برضو. انا هنا هستخدم مدارع مستمر. طيب my cousin ده فعل مفرد. مفرد يبقى is والفعل ما ضف له ing. فقول is studying. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال مهم جدا. وهو طبعا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا في هذه اللحظة. I not at a small hotel near the lake. خلي بقى. طالما قال لك في هذه اللحظة يبقى ده مدارع مستمر. مدارع مستمر I يجي معها am. والفعل احط له ing. يبقى I am staying. am زائد الفعل مضاف له ing. طيب السؤال اللي بعده بيقول I نقاط to aswan. I have booked this tickets. خلي بالك برضو. كلمة booked هنا بمعنى حاجزة. انا حاجزت تذكرة. يبقى انا هسافر. يبقى انا هنا مرتب الحاجة. ترتيب يبقى مدارع مستمر. يبقى I am traveling to aswan. انا هسافر اسوان. انا حاجزت التساكر. بعد كده بيقول سالي and هند نقاط. طيب برضو هنا هتكلم هنا عن مدارع مستمر هو اجيب لك الفعل مضاف له ing. طيب سالي وهند ده جمع. يبقى تقول R. فعش تستخدم بي. يا از يا R. فعل جمع فبتقول R flying. بعد كده زائد باس is نقاط. لابس الكلام دي من الكلمات اللي بتدلها على المدارع المستمر. طيب خلي بالك هو اصلا بديك في الجملة is. از يبقى هيجي بحدها الفعل مضاف له ing. فتقول لي is leaving. ده مدارع مستمر. واللي بعده بيقول I نقاط زائد. قلنا مستقبل وفي وقت كده يبقى في ترتيب. ترتيب يبقى مدارع مستمر. مدارع مستمر يبقى am والفعل مضاف له ing. خلاص كده? يبقى هنا I am visiting am زائد الفعل مضاف له ing. واللي بعده بيقول what are you نقاط this afternoon. نفس الكلام ده سؤال هو اصلا مديك R. فهتقول لي هنا are you doing? والن شباب is او R او am بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. فهتقول لي are you doing? الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الثالث والربعة. واللي بيبدأ معايا بسؤال القطعة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك انت تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. طيب بيقول هنا درونز كان فلاي. الطائرات بدون طيار تقدر انها تطير. بات ولكن زي دونت نيد اا بيرسن تو فلاي زي. بيقول يعني ان الطائرات دي ممكن تطير ولكن انهم اللي هم الطائرات يعني مش بيحتاجوا الشخص اللي بيطيارهم اللي هو الطيار يعني. طيب الضمير زي ما هنا هو عيد على درونز لطائرات بدون طيار. بعد كده بيقول طيب احنا نقدر نستخدم وده معناه ده معناه بقى اننا نقدر نتحكم في الطائرات دي من على الارض. طيب بعد كده بيقول في المستقبل في المستقبل في المستقبل بيقول ان الطائرات بدون طيار هتساعد في حل بعض المشكلات البيئة. بيقول بعد كده بيقول ان الشركات هتستخدم يعني الطائرات بدون طيار بدلا من العربيات النقد علشان انها هتوصل الطلاوات والبضاقة. بيقول ان ده هيساعد البيئة. ازاي بقى بيقول بسبب طيب ده هيساعد البيئة علشان الطائرات بدون طيار لا تسبب تلوث للهواء زي يعني العربيات النقد. احنا كمان نقدر اننا نستخدم الطائرات بدون طيار في انها نساعد الحياة البرئة. طيب انها يعني تقدر تطير فوق الاماكن اللي الناس مش هتقدر توصل له. طيب بعد كده بيقول. ونقدر كمان نشوف لو في اي مشكلات في الاماكن دي ولا لأ. على سبيل المثال. بيقول بقى اننا نقدر نستخدمهم يعني في ان نساعد في حماية او انقاذ الحياة البرية بعد طبعا الفيضانات والحرائق. طيب بعد ما قرنا القطع وفهمناها نبدأ نحل عليها. السؤال الاول بيقول هنا هنا بيقول لك اعطي عنوان مناسب للقطعة. سهلة جدا دي. حد بيقول يا مستر لو كتبت بس كده صح اه طبعا. وممكن كمان تقول بما ان هو يعني عمال يتكلم على مميزات الطائرة بدون طيار. قطع كلاكة بتتكلم على بعد كده بيقول طيب الضمير اللي تحت الخط ده بيشير الى ايه? طيب واحنا بنقرأ ان هو بيشير الى برضو اللي هي الطائرات بدون طيار. طيب بعد كده بيقول هاو دو يو سينك درونز ار جونج تو هالب زا انفيرومنت. بيسألك بقى هل تعتقد ان الطائرات بدون طيار دي هتساعد البيئة? طيب هنا لازم ترجع للقطعة لان هو قال اكتر من حاجة الطائرات دي بتساعد فيها البيئة. اول حاجة لما قال لي ان الشركات قال ان هي هتستخدم الطائرات دي عشان توصل البضائع. وقال بعد كده ان ده هيساعد البيئة بسبب ان ان هي مش هتسبب تلوث للهواء. طيب لغاية هنا كده تقدر تكتب ان دي الاجابة رقم تلاتة. خلاص كده يبقى هو هيستخدم الطائرات دي بدل عربيات لنقل البضائع وده طبعا هيحافظ على البيئة. يبقى كده شباب الاجابة رقم تلاتة هنكتب اللي تحته الخط ده. بعد كده بيكون عندي سؤال اختياري على القطع برضو. السؤال الاول بيقول هنا نقدر اننا نطير الطائرات دي باستخدام ايه? طبعا هو اتحكم فاقول له طيب اللي بعده بيقول هنا عكس او مضاد كلمة اللي هي معناها ينقذ او يحمي طبعا دي عكسها يؤذي او يضر. فاقول له هنا طالب العكس بقول له هارم. واللي بعده بيقول هنا نقط. الطائرات بدون طيار هو قال في القطع ان هي مفيدة. مفيد اللي هي دي اللي حيادة اللي تنفع. فاقول له هنا طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري. نبدأ مع بعض. السؤال الاول بيقول هنا افل الانوار. طيب هنا بيقول غلق الانوار لما ما نحتاجهمش عايز يقول بقى ان دي بتكون احد طرق ايه? طيب انك تطفل الانوار دي طريقة من طرق الحفاظ. الحفاظ يبقى قوله هنا. السؤال اللي بعده بيقول هنا. وي نقط. طيب هنا عايز يقول ان احنا قمنا بتصوير فيلم مضحك لكلبنا وهو يطارد زيله. طيب عايز اقول بقى صورنا دي اسمها فيلمد. يبقى هنا اقول له فيلمد. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا بيقول المياه في هزه البحيرة استخدمت عايز يقول اللي روي العديد من الحقول. طيب كلمة يروي دي اسمها فاقول له هنا السؤال اللي بعده بيقول هنا زا ريموت نقط زا جاراج دور طيب عايز يقول ان بابا بيستخدم طبعا عايز يقول جهاز التحكم اللي هو علشان يفتح باب الجراج بدون انه ينزل من السيارة. طيب عايز اقول بقى اللي هو جهاز التحكم. يبقى هنا كنترول. واللي بعده بيقول هنا. هاو ميني بلانتز ار زير اين اور سولر ايه. طيب بيسأل هنا هاو ميني بلانتز يعني كم عدد الكواكب اللي موجودة فيه نظامنا الشمسي. النظام الشمسي ده اسمه سولر سيستم. فهنا اقول له سيستم. عايز اقول يعني في مجموعتنا الشمسية. صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. نقط is an exciting sport that lets us discover the ocean. طيب بيقول رياضة مسيرة واللي بتسمح لنا باستكشاف المحيط. طالما قال لك هنا استكشاف المحيط. دي تبقى رياضة الغوص. اللي هي طبعا دايفنج. فاقول له هنا دايفنج. واللي بعده بيقول نقط is a large field where farmers grow crops. طيب بيقول كمان حقول كبيرة. واللي المزارعين بيزرعوا فيها المحاصيل. طبعا دي اللي هي الارض الزراعية. فاقول هنا فارم لاند. واللي بعده بيقول he can't answer the phone. هي نقط at the moment. طيب هو مش هيقدر يرد على التليفون. هو بيزاكر في هذه اللحظة. قلنا قبل كده add the moment يبقى مضارع مستمر. مضارع مستمر يبقى as والفعل مضاف له ing is studying. بعد كده بيقول we are نقط our grandparents next month. خلي بالك برضو. انت هنا عندك R. R بيجي بعدها الفعل مضاف له ing في زمن المضارع المستمر. الوحيدة اللي تنفع اللي هي visiting. طيب واللي بعده بيقول هنا. خلي بالك بقى. بيقول ان هو بابا يعني بيقول ان هو هيعملها بكرة. طبعا ما هيصلح العربية بكرة يبقى هو مش هيصلحها دلوقتي. يبقى محتاج هنا ينفي. عايز اقول ان بابا مش هيصلح العربية النهاردة. هو هيصلحها بكرة. يبقى isn't fixing لازم تجيبها هنا منفية. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا is the teacher. نقاط as a storybook in class tomorrow. طيب خلي بالك بقى. ده سؤال. السؤال بدأ ب is. ده طبعا زمن مضارع مستمر بعبر بيه عن المستقبل. خلي بالك طالما السؤال بدأ ب is. يبقى الفعل هنا هيجي فيه المضارع المستمر مضاف له ing. فصح ان هو يقول reading. يبقى is the teacher reading. والسؤال اللي بعده بيقول هنا. ونقاط add a fantastic restaurant tonight. بعد كده بيقول نادر has prepared everything. خلي بالك بقى طالما نادر جهز كل حاجة يبدأ تجهيز وترتيب يبقى مضارع مستمر. مضارع مستمر وهي جمع يبقى تقول are. والفعل هنا هتحط له ing. فقول are eating. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا. he is not money because he wants to buy a car. خلي بالك ده زمن مضارع مستمر واضح جدا. is بيجي بعدها الفعل. مضاف له ing. فهتقول هنا. he is saving. طيب السؤال اللي بعده. بيقول هنا I not my dad was a Gordon after school today. طيب برضو خلي بالك ده مضارع مستمر. مضارع مستمر لو الفعل I بستهدم am. والفعل ما ضاف له ing. فهتقول I am helping. طيب. السؤال اللي بعده بيكون عندنا هو سؤال زي ما قلنا ان شاء الله قريب جدا هتلاقي مسكرة على القناة للصف الثاني الاعدادي. الصفحة اللي بعد كده يعني يكمل مع بعض. بيكون في عندنا الدرس الخامس والسادس. طيب السؤال الاول بيقول هنا. have you tried horse not before? هنا بيقول يعني هل انت جربت عايز يقول ركوب الخيل قبل كده. طيب طالما قال لك horse اللي هو الحصان يبقى riding. ركوب الحصان. يبقى هنا اقول له riding. واللي بعده بيقول هنا I like star noot at night. انا بحب عايز يقول مراقبة النجوم بالليل. طيب مراقبة النجوم دي اسمها stargazing. فاقوله هنا stargazing. السؤال اللي بعده بيقول هنا rock climbing looks a bit noot to me. بيقول تسلق الصخور. بيبدو عايز يقول المخيف بالنسبة لي. طيب كلمة مخيف بقى دي اسمها scary. يبقى اقول له هنا scary. السؤال اللي بعده بيقول هنا when tourists go noot in the desert. بعد كده بيقول they leave rubbish there. لما السياح بيمرسوا رياضة ايه في الصحراء. هما بيتركوا قمامة هناك. طيب خلي بالك بقى في الصحراء تبقى رياضة المشي او التجوال اللي هي tricking. السايرة لمسافات طويلة يعني. بعد كده بيقول not are the parts of a building that's left after the rest has been destroyed. طيب خلي بالك بقى بيقول لك اجزاء من مبنى الاجزاء دي يعني دمرت. طالما قال لك انها دمرت يبقى دي ruins. كلمة ruins اللي هي بقايا او اطلال المبنى. واللي بعده بيقول هنا not the answer and it was right. طيب عايز يقول اني انا خمنت الاجابة وتلعت صح. طيب كلمة يخمن يعني guess. الماضي منها guess. بقول له I guess. بعد كده بيقول I always use a cotton knot after having a shower. طيب انا دائما بستخدم عايز يقول بقى فوطة قطن علشان انشف بعد الايه الشعور. طيب كلمة فوطة بقى دي اسمها tall. واللي بعده بيقول هنا I will finish my homework soon. and then I can knot you later. بيقول اني انا سوف انهي واجبي قريبا واقدر اتصل بيك. هخلص الواجب يعني واكلمك. يبقى اقول له هنا I can call you. اقدر ان اتصل عليك. بعد كده بيقول tomorrow is my birthday party and we need to knot some arrangements. طيب خلي بالك بيقول بكرة عيد ميلادي. واحنا محتاجين نعمل بعض الترتيبات. كلمة arrangements اللي هي معناها الترتيبات. الكلمة دي خلي بالك بيجي قبلها make. فاقول له هنا make arrangements. نعمل يعني بعض الترتيبات. بعد كده بيقول can you help me not my homework? طيب بيقول برضو هنا هل تقدر انك تساعدني في الواجب بتاعي? طيب كلمة help بيجي معاها حرف girl with. فاقول هنا with. واللي بعد هو بيقول I am not let's find something fun to do together. طيب بيقول انا اشعر بي الملل. يلا بينا يعني نلاقي حاجة نعملها نستمتع بها. طيب يشعر بي الملل دي اسمها bored. طالما انا لاحس بالملل يبقى الصفة هنا اخرها ايدي. يبقى I am bored. بعد كده بيقول let's look at the bright side and think of nothings. طيب بيقول لك هنا يعني انظر الى الجانب المضيء ويفكر في الاشياء طبعا هنا الاشياء الايجابية. طيب كبنة ايجابية دي اسمها positive. فاقول له هنا فكر يعني في الحاجة الايجابية. طيب نكمل مع بعض بعد كده. بيقول هنا it's important to stay not the boat when you go sailing. برضو هنا بيقول من المهم انك انت تبقى على القارب لما تبحر. طيب خلي بالك بقى. كلمة the boat بيجاب لها حرف regard on. فاقول له هنا on the boat. بعد كده بيقول فاتنس is a beautiful not in Siwa. طبعا دي جزيرة في Siwa. عايز يقول هنا جزيرة جميلة. جزيرة يعني island. واللي بعده بيقول I love birds. I want to go not. برضو بيقول انا بحب الطيور. انا عاوز طبعا عايز يقول مشاهدة الطيور بقى. مشاهدة الطيور اسمها bird watching. اذهب يعني لمشاهدة الطيور. واللي بعده بيقول هنا I usually have beans and cheese not breakfast. انا عادة بقى تناول full way جبنة على الفطار. الوجبات كلها بقول قبلها for. for breakfast. صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مالك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عني. طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا سالي بتقترح الذهاب الى الحديقة. خلينا نشوف كده. سالي بتكلم ساندي وبتقول لها هاي ساندي وبتسألها بتقول لها لما لا? ليه يعني ما تجيش معي الحديقة. طيب دي صيغة اقتراح. بصوا في المحادسة كده هتعرف ان هي موافقة. لما اجي بقى اوافق على صيغة الاقتراح ممكن اقول الاول هتشكرها يعني وتقول لها يعني شكرا ده انا حب ان انا اجي معاك. طيب لما موافقة يبقى نقول طيب بعد كده سالي قالت لها رائع وقالت حاجة. الاجابة كانت اسفة مش هنقدر نتقابل الساعة ثلاثة. انا يعني عندي معاد مع الطبيب. خلي بالك بقى طالما قلت لها مش هنقدر نتقابل الساعة ثلاثة يب هيك بتقترح المقابلة الساعة ثلاثة. ممكن اقول مسلا احنا نقدر نتقابل ات سري او كلوك. يبقى انت علشان تجيب خطوة في المحادسة لازم تقرأ المحادسة كلها. يبقى هنا رقم اتنين هتقول لها يعني احنا نقدر نتقابل الساعتات. قالت لها لأ انا عندي مقابلة مع الطبيب. وسعلتها سؤال وقالت طيب ايه رأيك نتقابل متأخر? قالت لها حاجة وقالت لها ايه رأيك بقى في الساعة اربعة? طيب ممكن هنا في رقم تلاتة تقول لها مثلا هي مترددة. هي بتقول لها يعني ممكن نخلى المعادسة متأخر. فقالت لها طيب ايه رأيك نخلي الساعة اربعة? يبقى رقم تلاتة. ايه رأيك في الساعة اربعة? هتلها بتقول لها ده تمام انا هقبلك الساعة اربعة. طيب. بعد كده سألي سألت سؤال. علشان عرف السؤال لازم اقرأ الاجابة. الاجابة سندي قالت. yes i would love to but i can't have ice cream because it's unhealthy. اه تمام انا حب احب كده ولكن انا ما باكلش يعني الايس كريم بسبب ان هو غير صحي. وضح هنا ان سالي بتقترح اقتراح لعلاقة بالاكل. فممكن مسلا تقول لها would you like to have something with me? بتقول لها ايه رأيك يعني لو حب تتناولي حاجة معايا. لان ساندي بترد بتقول لها ايو انا حب اكل حاجة. ولكن ما بقدرش اتناول الايس كريم بسبب انه غير صحي. يبقى هنا رقم اربعة سالي هتقول لها would you like to have something with me? اي رأيك تتناولي حاجة معايا. فقلت لها تمام بس انا ما باكلش يعني الايس كريم. طيب. بعد كده سالي قالت don't worry. ما تقل ايش. وسألت ها سؤال. قالت لها that's a good idea. دي فكرة جيدة. I like sandwiches. انا بحب السندويتشات. يبقى اكيد هنا سالي بتقترح اكل السندويتشات. فهتقول لها how about eating sandwiches. اي رأي كاني لو اكلنا ساندويتشات. خلي بالك بقى. المحادسة هنا بتتكلم عن الاقتراح. انت عندك سيق كتيرة في الاقتراح. ممكن تقترح بسؤال او اتنين او دلدة. يبقى هنا اخر حاجة how about eating sandwiches. فقلت لها تمام انا بحب الايس يعني. الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون فيه عندنا exercise على الدرس الخامس والسادس. واللي بيبدأ معايا بسؤال الدالك سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه. طيب بيقول هنا طيب هنا وليد بيعزم صاحبه انه يجي البيت يعني ويلعب معه العاب الموبايل. طيب وليد بيكلم صاحبه وبيقول له طيب هنا بيدعوه بقى بيعزمه ايه رأيك لو حابب انك تيجي معايا البيت ونلعب يعني العاب على الموبايل. طيب هنا ارد عليه من خلال المحادسة هتعرف ان هو موافق. طيب لما تكون موافق على اقتراح ممكن تقول يبقى هنا يقول له ياس وبعدين يقول ايد اللي هي يعني ويقول له ايوة يعني انا حابب كده ما فيش مشكلة. رد عليه وقال له يعني رائع بيقول ده ماما كمان قالت ان هي عامل لنا طبعا هيرد عليه هنا وممكن يقول له مثلا خلينا نقول هايقول له يعني دي حاجة لذيذة جدا فهيقول وبعد كده يقول يعني الموضوع ده يبدو لذيذ اللي هو طبعا البيتزا. فرقم اتنين ممكن اقول طيب بعد كده وليد سأل سؤال عشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجاب. قال له مصباح سليمان ده بقول له فكرة كويسة مصباح واستيمان صاحبنا يعني الاتنين هيوفقوا على الدعوة. طيب واضح كده ان هو بيقول له ايه رأيك كاني لو عملنا دعوة لمصباح وسليمان. فهنا ممكن اقول طبعا طرق الدعوة الاقتراح كتيرة. لازم تكون حافظها. ايه رأيك? بيجي بعدها الفعالة مضاف له فتقول ايه رأيك في دعوة مصباح سليمان? طبعا لما تيجي تقترح اهم حاجة تخلي بالك لو سؤال بتختار صيغة من صيغ الاقتراح بالسؤال. ولو اجابة برضو عندنا صيغ اقتراح بالاجابة زي مثلا. فانا رقم تلاتة مصباح سليمان. ده سؤال. طيب بعد كده قال ان هم هيوفقوا. وليد سأل سؤال. اجابة السؤال ده ان صاحبه قال يقول له تمام انا هجيب اللابتوب معي. واضح كده ان هو بيدعو انه يجيب لابتوب. فممكن يقول كمان يعني بيطلب منه بقى ان هو يحضر اللابتوب. لانه موافى وقال له هجيبه. فانا اقول له ممكن تجيب اللابتوب. طبعا برضو ده سؤال. قال له ايوة انا هجيبه معي. طيب وليد هنا قال حاجة كانت الاجابة. واضح لما بيتفقوا على المعاد. بيقول له يعني هنتقابل الساعة سبعة. طيب دي بقى صيرة اقتراح بدون سؤال. ممكن تقول مثلا. ايه رأيك? او تقول مثلا. هنا بيقول له. طيب يلا بينا نتقابل الساعة سبعة. قال له تمام. هنتقابل الساعة سبعة. فهو الرقم خمسة هقول له. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال اختياري. نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا. هو بيحب الطيران. لذلك بقى هو عايز يجرب طبعا الحاجة الوحيدة اللي له علاقة بالطيران اللي هي. اللي هي طبعا ركوب المنضاد الهواء الساخن. طيب بعد كده بيقول هنا. كل مراهق عايز يقول بانه حصة انجليزية مهمة. طيب كلمة فاتة دي اللي هي مست. فاقول هنا. لذلك هو فاته درس مهم في الانجليزي. يبقى هنا مست. بعد كده بيقول. انا حابب ان انا اروح الصحراء علشان استمتع بي ايه? طيب الصحراء ممكن تستمتع فيها ب اللي هي طبعا التزلج على الرمال. فاقول هنا. واللي بعده بيقول هنا. بيقول كمان لما هي عايز يقول بتشوف فيلم مخيف بالليل. هي ما بتقدرش تنم بسهولة. طبعا ما بتقدرش تنم بسهولة يبقى الفيلم ده مخيف او مرعب. اللي هي طبعا فاقول هنا. طيب بعد كده بيقول هنا. بيقول كمان علشان انك انت تذهب الى الغوص. انت لازم تنزل تحت المية. تحت المية دي اسمها under the water. يبقى هنا under. بعد كده بيقول. كمان هنا بيقول لما انا كنت في الاقصر انا بعت ايه لصديقي المفضل. الحاجة الوحيدة اللي ينفع اصلا يبعتها اللي هي بوست كارتس. اللي هي طبعا بطاقات التهنية او المعايدة. فاقول هنا بوست كارتس. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. زي ار نقاط انيو شوبينج مول تمورو. طيب خلي بالك بقى. الجملة هنا مضارع مستمر معبر بيه عن المستقبل. ار بي يجي بعدها فعل مضاف له اي انجي. فدي سهلة. فتقول لي ار اوبنينج. واللي بعده بيقول هنا. واي نقاط بلاينج فوتبول تمورو. نفس الكلام برضو. انا عندي هنا خلي بالك ده سؤال عايز هنا فعل مساعدة. الفعل مضاف له اي انجي. يبقى يجيب هنا لما لا يلعب. بعد كده عادل نقط طيب برضو هنا خلي بالك بيقول ان كل الاستعدادات معمولة. كل حاجة جهزة. طالما كل حاجة جهزة هتستخدم مضارع مستمر. فعش هنا تقول ليه? لان فيه ترتيب واستعداد. يبقى عبر عن المستقبل بالمضارع المستمر. اقول بعد كده بيكون فيها عندنا سؤال سؤال الاول بيقول why don't you not this nice scarf. طيب ده سؤال. خلي بالك بقى. احنا عندنا حاجة بتقول ان don't you بيجو وراها الفعل في المصدر. why don't بيجو بعدها المصدر. اللي هو where? لما لا ترتدي. بعد كده بيقول she not her aunt at night the day after tumor. طيب احنا عارفين ان المصطلح ده من الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر واستخدامه في التعبير عن المستقبل. مضارع مستمري بقول له is لان الفعل مفرد. والفعل هنا هحط له ing. فاقول is visiting. اللي بعده بيقول هنا maher not to London. he has got his ticket. خلي بالك بقى. بيقول ان ماهر هيسافر الى لندن. هو فعلا حصل على التسكرة. طالما حصل على التسكرة هتستخدم هنا مضارع مستمر. مضارع مستمر يبقى is flying. وانا شباب فيه ترتيب واستعداد يبقى مضارع مستمر. واللي بعده بيقول I not my old car this is my intention. خلي بالك بقى هنا انت عندك نية. طيب كلمة هذه نيتي تخليك غصبا عنك تستخدم هنا مستقبل بgoing to. طالما في نية او خطة او قرار. طيب going to بقى I يجي معها am. وبعدين هتجيب التركيبة كاملة اللي انت حافظها. I am going to. زائد الفعل في المصدر اللي هو sell. هتكتبه تاني. يبقى I am going to sell. بعد كده سؤال الايميل زي ما قلنا ان شاء الله ده هينزله مذكرة قريب جدا على القناة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا امتحان نهائي على الوحدة الحداشر بالكامل. طيب الامتحان بيبدأ معي بسؤال سؤال النص الاستماع. طيب السؤال ده هو عبارة النص صغير. النص ده بتسمع كويس جدا في بداية الامتحان. ومن خلال انت سمعته بتختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في اخر الكتاب فاتلاقيني بس سيب لك السؤال ده زي واجب كده. اقرأ النص على مهلك وبعدين ابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي. وبعد كده ابدأ اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك. والترجمها قبل ما تحل. والسطر اللي فوق ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عنيه. طيب. بيقول هنا رندا بتسأل رشا عن خطتها لهذا المساء. خلا نشوف كده. رندا بتكلم صاحبتها بتقول لها جود افترنون. طيب خلي بالك بتقول لها مساء الخير. ما حد بقى بيقول لك جود افترنون بترد بنفس التحية. يبقى اول حاجة هنا هتقول لها جود افترنون. بتقول لها مساء الخير قالت لها مساء النور يعني. طيب بعد كده رندا هتبدأ تسألها. اول سؤال. السؤال اجابته كانت انا هروح المطار هزا المساء. طيب ممكن هنا تسأل باكتر من طريقة. ممكن تقول مسلا اللي هتعملي هذا المساء. حدا تاني ممكن يقول يعني عايزة قول هتروح فين هذا المساء. لتنصح. خلا نقول هتعملي ايه? هزا المساء. قالت لها هروح المطار. طيب بعد كده رندا سألتها سؤال. اجابة السؤال كانت. بتقول لها علشان اقاب الاخوية هو جاي من انجلترا. طيب خلي بالك هي هنا بتسأل عن السبب. طالما الاجابة فيها المصدر. طيب السبب بسأل عنه ب ليه يعني هتروحي المطار. تقول وتقدر تكمل وتقول ليه هتروحي المطار يعني? او ليه هتروحي هناك مثلا. فأتلع عشان اقابل اخوية. طيب بعد كده رندا قالت بتسأل عن الطيارة. طيارته هتوصل امتى? طيب هنا مفيش وقت محدد اكتب اللي انت عايزه بقى. ممكن نقول مثلا هز بلين طائرته هتوصل. لان طبعا هو مستهدم دازس في السؤال. فهتقول هز بلين الرايفز. طيارة بتاعته هتوصل. ممكن تقول مثلا ات تين او كلوك. يعني هتوصل الساعة عشر. واي وقت هتكتبه هيكون صح. فعلت لها في الاخر اي هوب. انا اتمنى. هي والرايف سيفلي. اتمنى ان هو يوصل بامن. تشكرها طبعا وتقول لها ثانكيو. يبقى اخر حاجة هتقول لها ثانكيو. شكرا لكي. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال مهم جدا. وهو سؤال القطعة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنبدأ ان نقرأ القطعة بتاعتنا. طيب بيقول هنا. البلاستيك موجود في كل مكان. بيقول كمان اننا هنقدر نستخدمه لاغراض كتير مختلفة. طيب بعد كده بيقول بيقول المشكلة بقى ان البلاستيك ده بيقعد في البيئة لفترة طويلة جدا. بعض البلاستيك اللي الناس وجدوه على الشاطئ. بيقول ان بعض البلاستيك اللي الناس لقيتو على الشاطئ تراوح عمره حوالي مئة سنائين. طيب بعد كده بيقول احنا نقدر نعيد تدوير بعض البلاستيك. طيب كمان بيقول نقدر نعيد تدوير البلاستيك ولكن اغلبه معظمه بيروح المحيطات. البلاستيك مادة سمة طبعا هو مادة سمة لما الحيوانات بتأكله بتموت يعني. طيب كده بيقول كل عام في مئات من الحيوانات والطيور البحرية. بتموت يعني بسبب مخلفات البلاستيك. بعد كده بيقول والطيور البحرية بيقول الدلافين والطيور البحرية بتسبح يعني في خطوط للصيد البلاستيك. طيب خطوط صيد من البلاستيك يعني. يجب علينا بقى اننا نجرب مواد اخرى. لازم نجرب مواد تانية زي الورق والزجاج اللي بيكون سهل اعادة تدويره. بيتكلم عن الشرط البلاستيكية لما نستخدمها يعني. بيقول يجب اننا نستخدمها اكتر من مرة. وبعد ما ينفعش ابدا ان احنا هنرمي الشونط دي. ليه بقى? يعني بيستغرق وقت كبير لما ننظف البلاستيك ده من الشواطئ والمحيطات. بعد كده بيكمل وبيقول لا يجب اننا نتوقف عن حماية كوكبنا. طيب بعد ما قررنا القطع بتاعتنا وفهمناها بنبدأ نحل اسئلة القطع. نبدأ مع بعض بيقول هنا. طيب بيقول لك اعطي عنوان مناسب للقطع. القطع كلها بتتكلم عن البلاستيك. فممكن اقول له مثلا. بلاستيك is dangerous. اقول ان البلاستيك مادة خطيرة. يبقى هنا عنوان مناسب. يعني البلاستيك بيكون خطير. ولو كتبت بس كلمة بلاستيك برضو صح. بعد كده بيقول ليه البلاستيك بقى بيكون خطر للحيوانات والنباتات. طيب هو الف القطع بسبب. هقول له هنا because it's poisonous. كلمة poisonous ان هو مادة يعني سامة. طيب انت بقى هتكمل تقول because it's poisonous when they eat it. هو مادة سامة لما بيتم اكله. لما الحيوانات بتاكله بتموت. فالاجابة هنا because it's poisonous. ممكن تقول ان هو مادة سامة. ممكن تكمل وتقول له ما بيتاكل يعني. بعد كده. do you think we should stop using plastic at all why? خلي بالك بقى عشان عندي اجابتين هنا. بيقول هل تعتقد ان احنا لازم نوقف البلاستيك? طبعا هقول له نعم. لازم اننا stop. نوقف البلاستيك. فقول له yes. وبعد انقمع وقول له I think so. ايوة اعتقد ذلك. طيب why بقى? ليه السبب? why دي هنجيبها من القطعة. بس هتقول هنا because. بسبب. وهنطلع بقى للقطعة نجيب السبب. وبعدنا عندك هنا جزئين في الاجابة. جزء الاولاني هتقول له ايوة. والجزء التاني هنجيبه من القطعة. هنقول من اول هنا. because we must try to use other materials. يجب اننا نستخدم مواد اخرى. such as paper and glass because these are easier to recycle. ممكن اقول بسبب ان لازم اننا نستخدم مواد اخرى زي الورق والزجاج ليبقى علشان هما بيكونوا اسهل في اعادة تدوير. يبقى دي كده تكملة الاجابة رقم تلاتة. الجزء ده هناخده زي ما هو كده. هنكمل بيه الاجابة رقم تلاتة اللي هو السبب يعني. اول انك تقول because it's uh poisonous. بسبب ان هو مادة سامة برضو صح. طيب. بعد كده سؤال الاختياري. السؤال الاول بيقول. the underlined word this refers to. طيب بيسألك بقى كلمة this تحتها الخط بتشير الى ايه? هنا لازم ترجع للقطع وتشوف. ادي الضمير بيشير الى paper and glass. يعني الورق والزجاج. هترجع بقى تخترها. paper and glass. واللي بعده بيقول the word recycle means a note. كلمة recycle اللي هي يعيد تدوير. دي معناها يستخدمه مرة اخرى. لا هي use again. طيب اللي بعده بيقول هنا. it's better to use paper than using the note. من الافضل اننا نستخدم الورق. طبعا افضل ما نستخدم ايه? طبعا هو القطع البلاستيك. يبقى هنا اقول له using plastic. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال اختياري. السؤال work together to not our environment safe. عايز يقول يعني لازم نشتغل مع بعض لكي نبقي البيئة طبعا امنة. طيب يبقي البيئة دي اسمها keep safe. بعد كده بيقول scientists use the wind to not electricity. العلماء بيستخدموا الرياح طبعا لكي يولده الكهرباء. طيب ينتج الكهرباء دي اسمها make electricity. فاقول له هنا make. اللي بعده بيقول هنا my alarm clock didn't go not this morning. so i didn't wake up early. بيقول المنبه يعني عايز يقول لم يرن هذا الصباح. عشان كده انا صحيح متاخر. طيب كلمة يرن دي اسمها go off. فاقول له هنا off. اللي هي طبعا double f. بعد كده بيقول she went to the mountains to try not. هي راحت الجبال علشان تجرب رياضة ايه? اللي ممكن يتهمل فيه الجبال. رياضة اسمها rock climbing اللي هي تسلق الصخور. فاقول هنا rock climbing. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا there is نقط at the top of the mountain. بعد كده بيقول look it's all white. طيب يقول لك يوجد ايه على قمة الجبل? انظر لونه ابيض طبعا على قمة الجبل. لونه ابيض ده الجليد. الجليد بقى لهوا snow. فاقول هنا there is snow. بعد كده بيقول people sometimes use a note to film animals from the sky. الناس احيانا بيستخدموا ايه? عشان يصوروا افلام ليه? الحيوانات من السماء. طبعا بيستخدموا drone اللي هي طائرة بدون طيار. واللي بعده بيقول هنا I went out in the evening to enjoy star نقط. انا خرجت في المساء يعني علشان استمتع به عندنا حاجة اسمها مراقبة النجوم. دي اسمها stargazing. فاقول له هنا stargazing. واللي بعده بيقول why do you need to borrow my suitcase? بيقول يعني ليه انت محتاج انك تستلف البدلة بتاعتي. هنا I not to visit my mother in a swan next طيب بيقول خلي بقى لجابة فيها المصدر. انا بتكلم عن مستقبل. طيب مستقبل يبقى اقول له I am طالما فيه المصدر اقول له going to. يبقى الصحة هنا اقول له I am going to visit. بعد كده بيقول this my last day here I not back to England tomorrow. طيب احنا عارفين يا شباب التعبير ده التعبير باستخدمه او باستخدم معها مضارع مستمر. مضارع مستمر بقى I يجي معها am. والفعل مضاف له ing. فالصحة هناك تقول لي I am going back. واللي بعده بيقول هنا. on Friday at eight o clock. I not my friend. برضو نفس الكلام. هنا هيستخدم مضارع مستمر. مضارع مستمر قلنا I بيجي معها am. وبعدين الفعل مضاف له ing. فالاجابة الوحيدة اصلا اللي تنفع عندي اللي هي am meeting. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا the boy and his father are going to نقط a football match. طيب سهلة جدا دي. احنا قلنا شباب ان كلمة going to بيجي بعدها الفعل في المصدر. بدون اضافات. فانت هنا هتقول going to watch. سهلة كده. يبقى هنا كلمة watch. واللي بعده? what about نقط. خلي بالك برضو. what about dc قد اقتراح بيجي بعدها. الفعل مضاف له ing. زي ما احنا حافظنا. فاقول what about cooking. اي رأيك يعني في طهي الغداء الآن. بعد كده. I have decided that I not for a new job. طيب خلي بالك بقى كلمة decided. قرار ونية وخطة يبقى going to المصدر. يبقى ده مستقبل بgoing to. going to. يبقى تقول I am going. وبعد ان to. وبرضو تكتب الفعل اللي بين الاقواص ده زي ما هو. اللي هو لك. في المصدر يعني. بعد كده بيقول. we نقط. اه party next Thursday at our home. طيب. خلي بالك انا بتكلم عن حاجة هنا بترتب له. طيب مستقبل وفيه ترتيب بيبقى مضارع مستمر. مضارع مستمر يبقى are. والفعل هنا هاختله ing. فقول are having. طيب. بعد كده بيكون في عندنا سؤال الparagraph زي ما قلنا. ان شاء الله ينزل له مذكرة قريب جدا على القناة.